اشتركوا في القناة في حكمة لخلق كل الكائنات وحكمة في خلق كل البشر بس مش كل الكائنات أصلا هي مكلفة ولا كل البشر مخلوقين للتكليف بس في حكمة لوجودهم فقلنا مثلا كل من يموت وهو صغير إذا نكتشف أنه مش مخلوق للتكليف مش هنكون مكلف مخلوق لحكمة بس مش للتكليف والمجنين مخلوقين لحكمة مش للتكليف والهبلان مخلوقين لحكمة مش للتكليف واللي ما وصلهم مش رسالة وممكن يكونوا ملايين مخلوقين لحكمة ووظيفة في هذه الدنيا ومش للتكليف وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ولما بيختم على قلوب البشر ولا تقبل توبة ولا إيمان ورح نتحدث إن شاء الله كل من جاء بعد هذا من أطفاله وغيره مش مخلوقين للتكليف لما بتم الختم وانتهى الموضوع يعني في إذن في 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 أيام رح تأتي على البشر بعد هيك لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح وانتهى ما عدش الآن أي كائن جديد أو من يبلغ جديدا إلى آخري هذا غير مكلف إذن من يلتبسش علينا الأمر إنه في بشر موجودين وأحيانا بوصلهم مش رسالات وشو معنات بوصلهم لأن العلماء خاضوا أحيانا مين اللي اللي بوصلوا ومين اللي ما وصلوش وهذا أمر أراه غريب إيش علاقتي أنا وإنت في مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش وعلى أي درجة يعد وصلو هذا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيستطيع أو اللي يعلم مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش لكن إذا قصدنا إحنا كبشر نشوف مين اللي وصلوا ومين ما وصلوش نحدد إحنا من عندنا بقصد إنه باعتبارنا كمسلمين مكلفين إنه نوصل مكلفين إنه نوصل فبدنا نعرف مين اللي لأي درجة نتكلم معاه حتى نقول إنه وصل هذا مشان نقيم المسؤولية عن إيش عنا إحنا هذا موضوع وموضوع مين اللي وصلوا على وجه الحقيقة ومين ما وصلوش هذا أمر مش من اختصاصنا كبشر كيف في العصر الحديث في حدا ما وصلوش ولا بجوز في ناس في البيرة ما وصلهمش فهون هذا موضوع تاني مشيك شو معنات وصلوا ما وصلوش مش اختصاصنا إحنا اختصاصنا نوصل حسب إحنا فهمنا قدراتنا نوصل إحنا أما مين وصلوا من ما وصلوش طب إذن في ناس يعني مخلوقين مش للتكليف لأنه هاي موضوع لماذا خلق الإنسان هذه قضية بل كي بعرفش احنا سبق بحثناها في درس من الدروس هنا لماذا خلقنا الله مشان نشوف بالضبط إذن في حكم من الخلق ابتداء بس مش معناته إنه كله رح يكون يوم القيامة ضمن الوظيفة الجديدة اللي هي في عالم السعادة اللانهائي هذه مسألة مسألة ثانية الإنسان طبعا استخلف في الأرض كمرحلة مرحلة الابتلاء والاختبار واللي بتعشوه كله هذا أصلا هي مش دار قرار الدنيا هي اختبار وابتلاء من أجل يقطف مين اللي نجحوا اللي نجحوا هم المستهدفين الهدف اللي بينجحوا هم هم الأساس في حكمة الخلق هذول اللي راح ينجحوا إيش بصير في اللي ما بينجحوش هذول هكو موضوع ثاني الخلافة هذه بدأت انتي من الأرض لما بدأت انتي نهايتها بدأت تكون وختم هذه يعني بمعنى آخر إعلان عن ختم انتهى انتهى وقت الابتلاء انتهى وقت الاختبار كيف في الامتحانات في المدى في الامتحانات انتهى الموضوع خلاص الآن كله يضع القلام ويبدو انه معناته توضع أقلام الملائكة اللي تكتر خلاص الآن مش انتهى ختم ختمة الخلافة من يوم موجد الإنسان للآن وهاي في بشر موجودين تختم آه خلاص يختم انتهى الامتحان معناته شوية شو هي شوية يعني شو هي شوية هاي هذه مسائل نسبية شو يعني نسبية يعني احنا لما نقول ايش عمر الإنسان بالنسبة لعمر الأرض مثلا اذا صح ما يقوله العلماء انه عمر الأرض خمس مليارات سنة فرضا قبل ما ينوجد الإنسان طب خلي الإنسان خمسين ألف سنة خليه مئة ألف سنة خليه مئتين ألف سنة ايش بطلع بالنسبة لخمس مليارات ولا شي ايش نسبته هذا فإذا الإنسان فعلا هو في آخر الدنيا آخر أوقات الدنيا وجد إذا نقول خمس مليارات تمام الأرض إلها تتشكل وأقواتها والآخر تمام